مرحبا، أنا موجود اليوم بموقع فقراء الأثر اللي هو عبارة عن مجموعة من معبدين بيعودوا للفترة الرومانية ونبنوا خلال قرن الثاني الميلادي المعبد الكبير لفوق مكرس لإله إسمه باعل كالاسوس والمعبد اللي أنا فيه هوني مكرس لمرتو لإسمه أتارجاتيس إله هسامية قديمة ترتبط لعبادة تباعة بمصادر المياه العذبة هلا، هيدا المعبد شهد على التغير الديني اللي صار بالإمبراطورية الرومانية خلال القرن الرابع يعني الانتقال من دينات المتعدد الآلهة القديمة للدينة المسيحية ولبناء المعالم الدينية لهذه الدينة الجديدة تم أوقات استخدام المعبد القديمة وتعديل الهندسة طبعا ليصيروا كليسة مثل ما حدث هنا، نفكوا العميد طبع معبد أتارجاتيس إنشالوا جزء من المعبد صار المكان المخصص ليصير فيه تقوس التعميد أما الكنيسة اللي انبنت هي انبنت على نمط هندسة من سميه نمط البازيليك يعني فيه الرواق أو الصحن بالنص كتير كبير فيه العميد فيه سوق لميلة الشمال وسوق لميلة الجنوب وبتهي بشي اسمه حنية نسميه الأبسيد اللي هي المكان المكرس للمذبح وفينا نشوف بعد البقية مطرح مكان العميد اللي بتحمل هيدا المذبح وهيك منشوف إنه صار فيه استمرارية لتقديس الأماكن حتى لو تغيرت الديانة أنا اسمي شار حايك تابعونا على هيرتج أروتس يعني إصدقائنا على هيرتج أرسد إصدقائنا على هيرتج أكثر وقالوا بديو تقديس أغسية أطفال